اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة التي نستهلها بالعناوين صافرات الانذار تدوي في قصاريا والاخديرة وحيفا اثر قصف صاروخيا واللبنان والمقاومة تستهدف جنود الاحتلال في مستعمرة المنارة وتؤكد مقتلة واصابة 15 جنديا اسرائيليا في كميني لاديس وغارات جديدة على الضحية الجنوبية لبيروت وخبراء يؤكدون للميادين ان القصف يتم باسلحة امريكية تضم كميات كبيرة من اليورانيوم المنخفض التخصيب صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة الشمالي اجتباكات ضارية في جبال القسام وسراي الخدس تعلنان قنص جنديا في بيت حانون وعشرات الشهداء في مجازر اسرائيلية في وسط القطاع وشماله والستريت جورنال تقول ان الصواريخ البلسية التي اطلقتها ايران تغط على الدفاعات الجوية الاسرائيلية قائد بحرية حرس الثورة يؤكد جاهزية طهران للوقوف بوجه كل من يريد المسى بامنها المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفين حيويين في حيفا وجنوب فلسطين المحتلة بصواريخ الارقب المطورة اهلا بكم البداية من الجبهة في لبنان حيث تواصل المقاومة تكبيد جيش الاحتلال الخسائر وتحبط محاولاته لاختراق الحدود نحو لبنان بالاضافة الى استمرارها في استهداف مواقع عسكرية الى ذلك دوت صافرات الانذار في المناطق الواقع بين الاخديرة وحيفا بشمال فلسطين المحتلة بعد اطلاق صواريخ المقاومة واعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخين من نوع ارض ارض اطلقا من لبنان وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الالافة من المستوطنين الاسرائيليين هرعوا الى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الاخديرة جنوبا عقب سماع دوي في شهرات موسيقى ومن جنوب لبنان ينضم الينا مراسل الميادين علي مرتضى معنا ايضا جمال الغربي مراسل الميادين من جزين في جنوب لبنان اهلا بكم علي وجمال ابدأ معك علي واخر المستجدات لديك تحية طيبة هدوء نسبي تشهد هذه الجبهة على طول الحدود ولسيما في موضوع الالتحامات المباشرة على الاراضي اللبنانية ادى ان اخر التحام اعلن عنه حزب الله كان في بلدة بليدة حيث حاولت تقوى من جنود العدو الاسرائيلي التسلل باتجاه خلت شعيب اطلقت باتجاه قدائف المدفعية واصيبوا اصابة مؤكدة واجبروا على التراجع هذا فيما خاص الالتحامات البرية اما بالنسبة للعمليات في خلفية القوات التي تتقدم وفي المواقع الامامية استادف حزب الله بعملية ثلاثية مستعمرة المنارة تجمعات لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة رصدت تجمع الاول اصيب اطلقت باتجاه النيران اصيب عندما دخلت مجموعة ثانية للانقاذ ايضا اطلقت باتجاه النيران واصيبت وعندما دخلت مجموعة ثالثة ايضا استهدفت بنيران مباشرة واصيبت اصابة مباشرة بالإضافة إلى ذلك رصدنا إطلاق نيران صاروخية باتجاه إصبع الجليل بالنسبة لقصف العمق أيضا يواضب حزب الله على إطلاق نيراني باتجاه العمق اليوم حيفا كانت تحت نيران من لبنان دوت صافرات الإنذار في تلك المنطقة حتى اللحظة حزب الله لم يعلن الأهداف التي ضربت ولم يعلن مسئليته عن هذا القصف إلى أن إطلاقات من لبنان سمعت بالتوازي مع دوي صافرات الإنذار أو قبل فترة قصيرة من دوي صافرات الإنذار في كل من منطقة حيفا والقصري وأيضا لخضيرة كذلك أطلقت صالية صاروخية من لبنان باتجاه متوسطة المدى باتجاه منطقة كرمائيل أهداف إسرائيلية في تلك المنطقة أو المستوطنة كانت عرضة للنيران الصاروخية من لبنان بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية ثلاث غارات على رب 30 غارة على برغز غارة على الرخيام بالترافق مع قصف مدفعيا باتجاه مناطق عديدة منها في القطاع الغربي تحديدا باتجاه النقورة واللبون وعلم الشعب كذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة باتجاه بلد الدبي علي مرتضى على هذه المعلومات أيضا تبقى معنا جمال ولكن اسمح لنا أن نذهب لمحمد الساحلي أيضا مراسل الميدين معنا من بلد الطرية في البقاع الشمالي يعني خلفك في المشهد محمد دمار في هذه البلدة ما هي المستجدات والتفاصيل لديك نعم يارا كاميرا الميدين هي الكاميرا الأولى التي تدخل بلدة طرية نحن الآن نتواجد وسط هذه البلدة وتحديدا في الشارع العام الذي يربط بلدة شمستار ببلدة لتليلي التي تحازيان بلدة طرية إن كان من الجهة الجنوبية أو حتى من الجهة الشمالية أنا الآن في وسط هذه البلدة هذا الشارع الذي يمتد بحوالي المائتين متر الدمار مرعب يمتد بشرق وغرب الطريق نتحدث عن عشرات المنازل قد دمرت بشكل كامل يعني دمار، ركام، سيارات منقلبة، سيارات مدمرة، سيارات متفجرة البنى التحتية هنا قد انتهت إن صح التعبير ومن الواضح نحن وإياكي أن هذا هو الشارع الذي فوقه يوجد أبنية سكنية الزميل حسن سكيني سوف نبدأ من هذه الجهة سوف نستفيد من الوقت هنا كما نلاحظ كراج لتصليح السيارات وتصليح كهرباء السيارات بالإضافة إلى مباني سكنية فوق هذا الكراج هذا الشارع تحديدا يارى بحسب مصادر ميدانية تلقى لوحده أحد عشر غارة خلال موجة الغارات التي حصلت قبل أمس وبالتالي نلاحظ حجم الدمار على الجهتين من الطريق ومن الواضح أنه كان الغارات الإسرائيلية عبر طائرات الاحتلال تسعى بغض النظر عن الدمار الحاصل والتخريب الذي قام جراء هذه التفجيرات من الواضح أنها كانت تنوي تقطيع أوصال هذه البلدة وقطع الطريق عن محيطها أو حتى عن البلدات المحيطة أو حتى داخل البلدة نفسها لأن هذا الشارع تحديدا هو الذي يربط شوارع البلدة الفرعية سوف نحاول أن نتقدم بالقدر الممكن هنا أيضا منزل بجانب محطة بنزين أيضا قد استهدفها بشكل مباشر هذا الامتداد يعني يارى نحن الكاميرا تساعدنا بالتقدم حوالي خمسين مترا نحن تجاوزنا الخمسين مترا وأمامنا يوجد مئة وخمسين مترا مدمرة بشكل كامل على يمين وعلى يسار الطريق ومن المفيد التذكير يارى أن هذه البلدة لوحدها نعم هذه البلدة لوحدها حتى الساعة يوجد فيها حوالي ثلاثين شهيدا منذ بداية العدوان قبل أسبوعين هناك أحد عشر شهيدا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت منزلين متجاورين بالإضافة إلى عدد من الشهداء في عدة غارات متفرقة كما أن هناك عشرات الجرحى من هذه البلدة نعم محمد الساحلي شكرا جزيلا لك تبقى صورة طرية معنا على شاشة الميادين وننتقل لنعرف أيضا آخر المستجدات وتفاصيل الأوضع في جزين في جنوب لبنان مع مراسل الميادين من هناك جمال الغرب أهلا بك جمال يرى للمقاومة أوجه متعددة إحدى تلك الأوجه ما تقوم به قرية تيروم التي تقع ضمن قضاء جزين هذا القضاء الذي تعرض معظم بلداته إلى الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية والقرى الأخرى تحتضن الوافدين من المناطق التي تتعرض للاعتداءات والعدوان الإسرائيلي الآلاف من الوافدين يتوزعون في قرى القضاء هناك مبادرات متعددة وكثيرة من قبل أهالي تلك البلدات والبلديات والجمعيات اسمحي لي أن أصدف رئيس رابطة مختير قرى قضاء جزين السيد جوني حداد للحديث عن ما يقوم به وعن الأجواء في قرى قضاء جزين متحديدا بلدات روم وما يقوم به الأهالي من مبادرات يسعد صباحك جمال ويسعد صباح المشاهدين وتحية كبيرة لكم لكناة الميادين نحن من اللحظات الأولى كنا محضرين حالنا ومشكلين خلية أزمة بقضاء جزين وعلى أثر العدوان الإسرائيلي وتوسعه وفود أهلنا المهجرين نحو كورونا كنا بغرفة عن خلية الأزمة وبلشنا بأطر التنظيمية طبع الخلية استقبلنا الوافدين اهتمينا فيهم فتحنا 19 مركز تباعا صاروا يفتحوا المراكز 19 مركز إيواء في قضاء جزين واهتمينا بكل شيء لوجستيا ومنتشكر كمان معاين الوزير كطور حجار اللي من أول اللحظات الأولى كان عم بيتابعنا قدمنا الفريش المخدات الشراشيف قدرنا ضغري نخليش حدا قاعد بسياراته لأنه أول ما وفدت المهجرين صادنا كانت الأهالي كلها بالسيارات قدرنا ضغري قوينيهم بالمراكز الإيواء وبلشنا نهتم لوجستيا تباعا بكل الأمور وما بقى حدا ما فتح بيته صراحة يعني يعني نحنا خاصة بروم نحنا عنا بمركزين إيواء فوق الميتان وعشرين شخص وعنا بالضيعة الأهالي استقبلت أريبينا وأهلة من جميع الكرة بحدود تسعمية وخمسين تسعمية وستين شخص عرفتك العدد بكرة القضاء قداش تقريبا العدد بكرة القضاء تخطى ستة لاف شخص عنا بمراكز الإيواء 2020-2022 موزعين على 19 مركز والباقي موزع بين الفنادي وبين البيوت والمنازل والمستضفين شكرا جزيلا مختار يعني على هذه المعلومات يارى هنا لابد من الإشارة يعني بأن منذ قليل سجل تحليق مكثفة للطائرات الحربية الإسرائيلية سواء في قرى قضاء جزين أوقاء أو مدينة سيدة أجواء مدينة سيدة وقرى قضاء الزهراني وساحل الزهراني أيضا ترافق هذا التحليق مع تحليق آخر لطائرات الاستطلاق التي لم تفارق الأجواء في تلك المناطق التي ذكرناها علما بأن الاعتداءات يعني بالمقارنة مع الأيام الماضية انخفضت وطيرة الاعتداءات تحديدا في قرى قضاء النبطية التي سجل ثلاث اعتداءات منذ ساعات الصباح الأولى وهي بين ميفدون وجبشيت ووادي زبتا شكرا جزيلا لك جمال الغربي على هذه المعلومات كنت معنا من جزين في جنوب لبنان الآن إلى الضحية الجنوبية لبيروت معنا من هناك عباس صباغ ويرصد عبر كاميرا الميادين حجم الدمار الهائل في الضحية الجنوبية أهلا بك عباس نعم هذه أثار الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكفاءة هنا الشارع يدعى شارع أبو طالب هنا مباني دمرت بأكملها سويت هذه المباني بالأرض الدخان لا يزال ينبعث من هذه المباني المدمرة يعني عشرات الصواريخ استهدفت هذه المنطقة طبعا في هذه الأثناء طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق هذه المنطقة وهي درجة على هذه المنوال منذ تنفذت على منطقة الليلك قرابة العشرة هذا الدمار كما نرى بعدسة الزميل إبراهيم جزيني دمار كبير في هذه المنطقة مباني كثيرة دمرت ومباني سويت بالأرض ودمار في أكثر من منطقة وفي أكثر من حي عباس يبدو أننا فقدنا في المباني في الشقة السكنية في السيارات هذه الحفر التي حدثتها في طبيعية الأداتية أو البناء في طبيعة حال يحدد هذه المباني بالانهيار نحار أكثر من مدنى ونحار أكثر من مدنى خلال حالة العددان بعد الغارات كانت في أمن السكان خلال هذه الغارات التي فدها جيش الاحتلال نجرى هذا اليوم على هذه المنطقة عباس اسمحني لأن الصوت يتقطع نعود لك بعد قليل عند إصلاح هذا الخلال بالعودة إلى سياق النشرة المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مستوطنة المنارة ثلاث مرات محققة إصابات مباشرة وأعلنت تصديها لقوة من جنود الاحتلال حاولت التسلل باتجاه خلة شعيب في بلدة بليدة موقعة إصابات في صفوفها ونشرت المقاومة مشاهدة من عملية استهداف تجمع الكريوت المحاضي لساحل خليج مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك كشف ضابط في غرفة عمليات المقاومة عن سقوط نحو 15 جنديا بين قتيل وجريحا في كميني لعديسة بعدما حاولت قوة إسرائيلية تسلل فجر السبت عبر مسار آخر باتجاه مبنى بلدية لعديسة المقاومون تصد بالأسلحة الرشاشة والصاروخية واستمرت الاشتباكات لأكثر من ساعتين حيث تكبد الاحتلال خلال المواجهات خسائر في صفوف جنوده وأجبيرا على الانسحاب كما استهدف المقاومون دبابة مركبة بصاروخ مواجه أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها بعدما حاولت الدبابة التقدم عبر مسار غير خلفي غير مرئي للجهة اللبنانية وأكد الضابط مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة الاحتلال وإصابة نحو 130 أخرين بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليته البرية بث الإعلام والحربي للمقاومة في لبنان مشاهد ميدانية تحت عنوان تزول الجبال ولا نزول وأظهرت المشاهد مقتطفات حية من المعارك التي يخوضها مجاهد حزب الله عند الحدود مع فلسطين المحتلة فضلا عن إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات وتجمعات جنود الاحتلال خلال التصدي لمحاولات التوغل البري وعلم أن مقدمة القوم عيونك تزول الجبال ولا تزل عب على ناجدك أعر الله جمجمتك تدفي الأرض قدمك ارمي لبصرك أكثر قوم ومد بصرك وأعلم أن النصر من عندي نفت العلاقات الأعلامية في حزب الله بشكل قاطع الأخبار المتدولة في بعض وسائل الأعلام والتي تنسب إلى مصادر في حزب الله بشأن مصير بعض مسؤولي الحزب بعد الغارات على الضحية الجنوبية وأوضحت أن آخر هذه الادعاءات جاءت من وكالة الصحفة الفرنسية والتي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله مؤكدة أنه لا توجد مصادر في الحزب وأن أي موقف رسميا يصدر حصريا عن العلاقات الإعلامية كما أدانت العلاقات الإعلامية نشر بعض المواقع الإلكترونية شائعات كاذبة حول الوضع التنظيمي لمسؤولي الحزب مشيرة إلى أن هذه الشائعات تندرج في إطار حرب نفسية تستهدف جمهور المقاومة وأكدت أن هذه الحملة الإعلامية موجهة من قبل جهات سخرت إعلامها لخدمة الاحتلال الإسرائيلي تعرضت بعض بلدات البقاع الأوسط لسلسلة اعتداءات طالت الطريقة السريعة الذي يصل الشتورة ببعلبك كما استهدف الاحتلال بلدة الرفيد وقرية العمرية عمر كايد هذا هو المنزل الذي استهدفته طائرات الاحتلال في قرية العمرية في سهل سعد نايل القصف أدى إلى استشهاد شاب وإصابة أخته بجروح خطيرة يعد هذا الاستهداف هو الأول من نوعه في بلدة سعد نايل حيث تعتبر هذه المنطقة من البلدات الآمنة وقد وفد إليها آلاف اللبنانيين من البقاع الشمالي وبيروت وبعض بلدات البقاع الغربي خلال الأيام العشر الماضية كما ترون دمار كبير داخل المنزل وكما يظهر في عدسة الكاميرا مقتنيات المنزل تضررت كثيرا وليس فيها أي شيء يصلح للإستخدام معروف العدو الإسرائيلي بإجرامه شفنا بغزي شو عمل شفنا كيف دمر البيوت على نسا شفنا كيف قتل الأطفال والنساء والشيوخ والآن هذا المشهد يتكرر في لبنان وللأسف شفنا هذا بيت آمن في عائلة كبيرة وهذه العائلة كبيرة ما أمنت من الاستباحة ومن القتل الإسرائيلي أو العدوس الإسرائيلي تجاه هذه المنطقة الأمنة هذه المنطقة بصراحة التي تستقبل الناس حين تصعيد إسرائيلي جديد يستهدف هذه المرة عمق البقاعين الأوسط والغربي وتحديدا سهل بلدة سعد نايل وبلدة الرفيد والطريق السريع الذي يصل شتورا بالبقاع الشمالي عمر كايد من حي العمارية التابع لبلدية سعد نايل الميادين إلى القطاع الصامت حيث دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة الشمالي فيما أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في المحاورة الشرقية من جباليا وفي جباليا المخيم كتائب القسام أكدت أن مجاهدية يخذون معارك ضارية مع قوات الاحتلال شمال القطاع وتمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس من قنصي جندي إسرائيلي في شارع البنات شرق بلدة بيت حنون وللمرة الأولى منذ أشهر أصدر جيش الاحتلال أوامرة بإخلاء أحياء كاملة شمال قطاع غزة قبل أن يتواغل في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وجباليا البلد شمالي قطاع غزة وفاد مراسل الميادين بأن جيش الاحتلال يحاصر منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمعسكر جباليا وسط استنفار التواقم الطبية وتواقم الدفاع المدني من شمال قطاع غزة معنا محمود العواضية ومن خان يونس معنا أكرم دلول أبدأ معك محمود وآخر المستجدات نعم يا رأى أبدأ من حيث انتهيت وهو إعلان كتاب القسام بالاستراش مع ترايا القدس بقنص جندي صهيوني في مدينة بيت حنون إلى شمال السرقي بمدينة غزة خاصة أن تلك المناطق سهدت تواق المحدود لأجهة الاحتلال الإسرائيلي التي يمع في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا إذن خلف صالة مزايا أو حتى خلف مدينة أبو زيتون به المدارس التي تقع في وسط معصر جباليا وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بالوصول والتوغل في تلك المناطق أيضا المحور السمالي الغربي يشهد أيضا توغل محدود لأجهة الاحتلال الإسرائيلي حيث نزوح من بوابة بكين الواحى مرورا بمنطقة الخزندر هذه الأماكن التي سهدت حالات نزوح للمواطنين الفلسطينيين بإتجاه مناطق الشمالية الغربية أو عمق مدينة غزة انصح التعبير عشرات من الناس من معصر جباليا ومناطق بيت لاهيا وشمال القطاع بإتجاه مناطق غزة نحن نتواجد الآن يرى في مستفى السهيد كمال عدوان كمال قطاع غزة منذ عصر أمس وحتى هذه اللحظة والمستفى لن تتوقف عن استقبال الحالات وتوأتان شهداء هم عبارة عن أشلاء مخطعة حتى عن زرحة وصلوا إلى مستفى الشهيد كمال عدوان هذا المستفى والذي قبل استياحة لحلال الإسرائيلي وبدء هذه الحملة الخالفة التي يقعدها أعلنت مستفى كمال عدوان بأن أمامها فقط ساعات قليلة للخروج وخروج خدماتها عن السيطرة وبعدها بسعات قليلة ربما حدث ما حدث وقامة صوات الاحتلال الإسرائيلي بسن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في شمال خطاع غزة هنا في معسر جباليا استخدم الاحتلال الإسرائيلي مجازر عجيبة لسيما المجازر الأبرز وهي استهداف منازل منزل يعود لعائلة شعبان وارتقاء عشر من الشفاداء وأيضا استهداف منزل لعائلة العربي حيث دير النعجة شمال مدينة غزة في منطقة بيت لاهيا وارتقاء أيضا عشرة تهداء الاحتلال الإسرائيلي لم يتوانا حتى هذه النحظة عن استمرار المجازر التي يرتكبها هنا في شمال خطاع غزة نتحدث أيضا عن ارتقاء الزميل الصحفي حكم حمد حيث كان يتواجد بداخل منزله ويغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوغوله في مناطق معسر جباليا حيث بغطته قديثة الاحتلال الإسرائيلي وقطعته وقطعت جسده الصاهر بعدما وصل إلى مستشفى كمال عدوان في علبة صغيرة يحمله ووالده وأيضا يحملون درعه الصحفي وأتوا به هنا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان وتم إلقاء نظرة الوداء عليه هنا من الزملاء الصحفين إذن لا يزال الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يمارث عدوانا واسعا على كافة مناطق شمال قطاع غزة عدا عن إطلاقه لمناشير في الهواء نجلت في مناطق شمال قطاع غزة يهدد المواطنين بالنزوح إلى مناطق جنوب قطاع غزة ولكن لسان حال المواطنين دائما يقول بأننا صامدون هنا في شمال قطاع غزة ولن نغادر شمال القطاع بعد عام كامل إلى جنوب القطاع وننزل تحت رغبة الاحتلال الإسرائيلي هنا باقونا في شمال قطاع شكرا جزيلا لك محمود العواضية مراسل ميدين كنت معنا من شمال قطاع غزة إلى خان يونس إليك أكرم دلول أيضا وآخر التطورات لديك سنبدأ من مدينة غزة التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي كبير على اعتبار أن الزميل محمود تطرق لما يحدث في شمال القطاع في جبال بيت لاهية وبيت حانون مدينة غزة تحديدا ضواحية الجنوبية ما زال تتعرض إلى القصف بالمدفعية وأيضا جيش الاحتلال زجة صباحا اليوم بمزيد من المسيرات المعروفة بنوع كواد كامتر هذه المسيرات للتنويه هي مسيرات خطيرة تطلق النار باتجاه كل من يتحرك وتصل إلى عماق حي الزيتون على غرار ما جرى صباح هذا اليوم في محيط مسجد صلاح الدين وسط حي الزيتون وصلت هذه المسيرات أطلقت النار باتجاه تجمعات المواطنين وفي بعض الأحيان تطلق قنابل على معلمنا وهذه القنابل بالمناسبة في الفترة الأخيرة أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين تم انتشال عدد من أشوداء على معلمنا من جراء القصف المدفعي على حي الزيتون هذا الحي الذي يتعرض منذ عدة أسابيع إلى القصف بالمدفعية وأيضا الغارات الجوية تزامنا مع تواصل العملية البرية الإسرائيلية التي يسعى من خلالها جيش الاحتلال ربما بين قوسين لتأمين بعض من أمال لقواته على محور النساريم على اعتبار أن حي الزيتون ربما يقع في المناطق الجنوبية من هذا المحور وبالتالي عادة ما تقوم المقاومة بعمليات انطلاقا من مناطق حي الزيتون والمناطق المجاورة لها قبل قليل بدأت مراسم تشييع شهداء المذبحة والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين في مسجد شهداء الأقصى قبالة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع تحت جنح الظلام ومع ساعات الفجر الأولى قام طيران الاحتلال بالسهداف هذا المسجد الذي يأوي نازحين وأيضا بعض الجرحى والمصابين ممن تم تسريحهم في ظل الضغط الكبير على مستشفى شهداء الأقصى الآن إصابات يعني كما نلحظ يصلون إلى مستشفى ناصر هنا في خان يونس على ما يبدو من جراء القصف الإسرائيل عموما سنتطرق بعد قليل للأوضاع في خان يونس في الوسط كما أشرت حتى الآن هناك 26 شهيدا هذه آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة للمجزرة التي ارتكبت بحق النازحين في المسجد قبالة مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 90 إصابة عدد كبير من هؤلاء المصابين يعانون من إصابات قاتلة وحرجة وبالتالي إمكانية ارتفاع عدد الشهداء هي إمكانية عالية جدا خاصة وأن مشفى شهداء الأقصى الحكومي الوحيد وسط قطاع غزة بالكاد يمكن له أن يوفر الإصعافات الأولية في ظل النقص الحاد بالمستهلكات الطبية وحتى الوقود الخاص بتشغيل هذا المستشفى وعديد المرافق التابعة له بما فيها تلك المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية في وسط القطاع لم يكتف الاحتلال بهذه المجزرة بل قام بسهداف مدرسة تؤوي نازحين في الزوايدة وعدد من المنازل في البريج والنسيرات وهو ما نتج عنه عدد من الشهداء في خانيونس كما لاحظنا قبل قليل وصول مزيد من الإصابات ونقص مدفع مستمر على شرق المدينة تم السهداف منزل والحديث يدور عن عدد من الشهداء والجرحة في المناطق الجنوبية الشرقية من رفح قبل قليل تم انتشال جثمين ثلاثة أو أربعة شهداء بالأحرى من مناطق شمال رفح أيضا قبل قليل علمنا بقصف إسرائيلي طال شاحنة كانت متوقفة في منطقة العطاطرة شمال رفح لا نعلم من ما كان هناك إصابات أو شهداء نتيجة هذا القصف الإسرائيلي بالمجمل أكثر من ستين شهيدا وصلوا في الساعات الماضية فقط منذ ساعات الأمس وحتى الآن إلى مشاف القطاع في الجنوب والوسط والشمال والعدد مرشح كما أشرت للارتفاع على اعتبار أن جيش الاحتلال يواصل الغارات والقصف ويصعد بوتيرة ملحوظة من مجازره المتنقلة بين كل المحافظة شكرا جزيلا لك أكرم دلول كنت معنا من خان يونس إلى ذلك استشهد العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية طالت مناطق وسط وشمال القطاع على المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد ارتقاء ما ليقل عن 24 شهيدا في قصف استهدف مدرستان ومسجدان قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح كما ارتقى عدد من الشهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الشافع التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة وكانت الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد العشرات في قطاع غزة أمس بعد شن الاحتلال أكثر من 60 غارة على مناطق متفرقة شمالا ساعات صعبة عاشها شمال قطاع غزة ففي أقل من ساعة خمسة استهدفات من قبل الاحتلال الإسرائيلي عدا عن الفنابل الدخانية والنفعية الإسرائيلية التي تساقطت في منطقة معسكر جباليا شمال قطاع غزة هناك ارتفاع كبير في عملية الإسرائيلات في القوات الإخلال لمعاطق متفرقة في شمال قطاع غزة خمسة استهدفات في أقل من ساعة من الوقف في الاحتلال لساعة خمسة مقاف في منطقة الشمال قطاع والآن هو استهدف شعبة سكنية لمنزل لعائلة عبدالله في منطقة جمال البلد من خرد من مجلس سعد هناك عدد من الشهداء وعدد من صوابين وأيضا نازل نعمل عن البحث عن عدد من المفقودين تخلق قاد هذا المكان المدمر نلاحظ أن هناك ارتفاع كبير في عملية الإسرائيلات في القوات الإحتلال في هذا اليوم أكثر من خمسة استهدفات في أقل من ساعة من الوقف نتواجد الآن في هذا المنزل وهو يعود لعائلة صالح هذا المنزل الذي استهدفه في الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن بداخله سوى سيدات التي تواجدنا في هذا المنزل نعلم نجر وهنا هو ويف الضر أنا بنتي زراعة 14 سنة أنا بيت نبوك وتحت هل أجيبها للبنت وجدت في الحرب شهر 2 وهي الحمد لله لكل شيء ناس أمنين بيت فيه أطفال من الثمن شهور عطش 18 سنة طلعت الـ F35 من تلبيب ومن حيفا عشان تضرب هدف بنت عمرها ثمان سبع شهور هالي جت في الحرب وانحقنت في الحرب قبل الحرب والحمد لله رب العالمين وإحنا بنقول الطيارة اللي طلعت إذا قوتها في السماء ينزلوا على الأرض ينزلوا الشباب في رفح ينزلوا على شرك جبالي ينزلوا على لتوان ينزلوا في المناطق الحدودية إحنا ما المقاومين اللي بيقول عنهم بين الناس لا هاهم بستنوكم تتوالى استهدافات الاحتلال الإسرائيلي هنا في شمال قطاع غزة بحق الآمنين في منازلهم ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في علوانه على شمال قطاع غزة كما جنوب لبنان أن هذه الحرب المسعورة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي لن تفلح ولن تؤتي ثمارها محمود العوضية شمال غزة الميادين قررت الولايات المتحدة خلال الساعة الماضية تسريع شحنة الأسلحة إلى إسرائيل بما فيها القنابل التي تزن ألفي رطل التي كانت أرسلت منها سابقا إلى جيش الاحتلال 14 ألف قنبلة يكشف خبراء للميادين أن هذه القنبلة تحتوي على كميات كبيرة من مادة اليورانيوم المنخفض التخصيب والمستخدمة بكثافة في غزة واليوم في لبنان فما هي خطورتها تقرير موسى عاصي الألوان الناجمة عن هذه الانفجارات التي تتراوح بين البرتقالي والأصفر ليست ناتجة عن قنابل عادية بل عن قنابل تحتوي كميات كبيرة من مادة اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة لكن تداعياتها مأساوية على السكان هذه القنابل تستخدمها إسرائيل في غزة منذ عام وفي لبنان منذ أسابيع قليلة هي قنابل أمكا 84 التي تزن ألفين رطل أو 907 كيلو جرامات عندما تنفجر جزيئيات اليورانيوم نرى شعاعا قويا لونه برتقالي إلى أصفر ونرى شرارات صغيرة تتطاير وتلمع بلون فضي ومن ثم تتصاعد على شكل غيمة سوداء ضخمة وبعد ثوان قليلة تتساقط هذه الجزيئات بعدما تتعرض للهواء الطلق في هذا الفيديو المأخوذ من انفجار كومبلت أمكا 84 في غزة ترى بوضوح اللون البرتقالي هنا أمام دليل قاطع على وجود اليورانيوم جزئيات اليورانيوم المتساقطة تحدث ضررا هائلا في التربة في محيط واسع وفي المياه الجوفية وتداعياتها المباشرة على الإنسان أمراض مستعصية قنابل أمكا 84 استهدمت سابقا في مناطق مختلفة من قبل النيتو في صربيا وأفغانستان والفلوجة في العراق تداعيات الصحية التي لاحظناها في مناطق سقوط هذه القنابل مختلفة من أمراض سرطان الدم وسرطان نخاع العظم وأيضا تشوهات جسدية للأطفال الذين يولدون مباشرة بعد تنشق المرأة الحامل لجزيئات اليورانيوم في لبنان تم استخدام اليورانيوم سابقا ولهذا السبب قد تجد مستوى مرتفع من الإصابات بسرطان الدم يؤكد روبرت جيمس بارسونس أن إسرائيل أسقطت هذا النوع من القنابل المزودة بمادة اليورانيوم على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني عام 2006 ويتوقع ارتفاع مستوى الإصابة بسرطان الدم في هذه المناطق نوايا إسرائيل باعتماد القتل البطيء ضد الفلسطينيين واللبنانيين بواسطة استخدام اليورانيوم تسبق بكثير عملية طفان الأقصى فالولايات المتحدة زودت إسرائيل هذا النوع من القنابل قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وواصلت تزويدها بها بعد هذا التاريخ إلى أن بلغ عدد القنابل لدى إسرائيل أربعين ألفا مصعص جناف الميادين أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجاز أن المقاومة بخير وأن بيئتها باتت متماسكة بشكل أكبر بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حجازي وفي حديث للميادين شدد على أن الكلام عن اختلال في موازين القوة هو سيناريو مشابه لما حدث في سوريا وأشار إلى أن بنية المقاومة العسكرية لا تزال قوية اختيال هؤلاء القاضى وفي مقدمتهم سماحة السيد نصر الله ليس اختيالا للمقاومة ولا اختيالا لمئة ألف مقاطن ولا اختيالا لبيئة المقاومة قاتليها بعد استشهاد سماحة السيد باتت أكثر تمسكا لأنها تستشعر وكأن هناك حرب إبادة وبالتالي حينما يستشعر هذا الجمهور بأن هناك حرب إبادة لابد من أن يتضامن لابد من أن يتكافل لابد من أن يشتد تضامنه فيما بينه ولابد من أن يعتبر أي مبادرة لا تضمن وقف إطلاق نار وكأنه محاولة لتوظيف خسارة القاضة في اللعبة السياسية من هنا نحن نقول دائما لطالما المقاومة في الميدان بخير إذن المفاوضات السياسية لسنا بحالة استعجال لسنا مضطرين لأن نقدم تنازلات لا أحد يستشعر لا بل أنبه أنا هنا بأن البعض إذا كان يعتقد بأن المقاومة وشعب المقاومة وحلفاء المقاومة في حالة ضعف إياهم الانطلاق من هذه المعادلة لأن هذه المعادلة خطيرة وخطيرة جدا وتؤسس لمرحلة داخلية قد تكون حساسة على وقع الحديث عن تفاجئ الجيش الإسرائيلي من قدرات حزب الله وثبات عناصره على الأرض الذين يقاتلون جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر حذر خبراء إسرائيليون من أن حرب الاستنزاف لا تزال مستمرة وأن السكان في الشمال لا يعود إلى منازلهم قريبا ثابتون في الأرض كثبات شجرها وصخرها هكذا هم عناصر حزب الله باعتراف خبراء إسرائيليين تحدثوا عن شجاعة غير مسبوقة يظهرها مقاتلو حزب الله وهم يخوضون في هذه الأيام مواجهات قاسية جدا في مقابل جنود الجيش الإسرائيلي مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان هم جهاديون تماما ولا يخططون للهرب وهم أصحاب خبرة كبيرة اكتسبوها من الحرب في سوريا لا أحد يشك بقدرات حزب الله فهي لا تزال موجودة ولديه عشرة آلاف الصواريخ وكثير من المقاتلين جنوب لبنان ولا تزال الصواريخ تمثل تهديدا فعليا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى القوات فنحن نرى المناورة البرية لا تجري على نحو سهل أبدا وفيما يسعى جنود الجيش الإسرائيلي جاهدين إلى التقدم ولو أمتارا قليلة في القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة من دون القدرة على تحقيق ذلك بسبب ضربات مقاتل حزب الله الذين يقاتلون من مسافة الصفر لا تزال حرب الاستنزاف مستمرة فلا حزب الله ابتعد من الحدود ولا سكان الشمال عادوا إلى منازلهم لا يزال لدى حزب الله عشرات آلاف الصواريخ ومنها فقيلة ولا أعتقد أنه حان الوقت للاحتفال بزوال حزب الله فنحن نراه يقاتل في منطقة الحدود ونرى هناك كثيرا من المقاتلين ذوي الخبرة في المعارك وجه لوجه مع حزب الله ليس لدى جنود الجيش الإسرائيلي أفضلية يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون إسرائيل في لحظة صعبة ومن أعتقد أنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار أو أن حزب الله قد هزم وقضي عليه فهو مخطئ إلى جبهة الإسناد العراقية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية قصف هدفين حيويين في ضواحي حيفا شمالا والآخر في جنوب الأراضي المحتلة بوسطة صواريخ الأرقب المطورة وكانت المقاومة أعلنت تجرى الأمس أنها قصفت ثلاثة أهداف حيوية شمال الأراضي المحتلة بوسطة الطيران المسير حيث عرضت لشاهد إطلاقها المسيرات والصواريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو إسرائيل ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة ضد الهجمات الإيرانية ووصف الهجمات بأنها من بين الأطخم في تاريخ إسرائيل مشيرا إلى أن أي دولة لن تقبل بمثل هذه الاعتداءات وأن الرد الإسرائيلي سيكون حاسما وقويا بحسب وصفه في الأثناء بدأ قائد المنطقة الوسطى الأمريكية سينتكوم الجنرال مايكل كوريلا زيارة إلى فلسطين المحتلة صحيفة يدعو تحرانوت كانت أفادت بأن زيارة قائد الكوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى تل أبيب تأتي بهدف مناقشة طبيعة الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي الذي شنته الثلاثاء الماضي إلى ذلك يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى تل أبيب غدا ته مهاجمة نتانياهو الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي طلب بوقف توريد شحنات الأسلحة التي يتم استخدامها في الحرب على غزة ووصف نتانياهو مصادر عن ماكرون بالعار قائلا إلى تل أبيب تحارب القوى التي تقودها إيران ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبها كشفت صحيفة وولستريت جورنال ما حاول الاحتلال والتعتيم عليه حيال النجاح الرد الإيراني على الأراضي المحتلة الصحيفة الأمريكية أكدت أن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران طغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في بعض الأماكن وحذرت من أن أي ضربات إيرانية جديدة ضد إسرائيل قد تكون لها عواقب أكثر خطورة إذا استهدفت البنية التحتية أو المناطق السكنية المقتضة بالسكان أكد قائد بحرية حرس ثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري جاهزية إيران لجميع الاحتمالات الإسرائيلية وفي تصريح له شدد على أن بلاده ستقف بقوة في وجه كل من يريد أن يمس بأمنها ويلعب بالنار وزير الخارجية الإيراني يعلن من دمشق موقف تهران الدعم للمقاومة مؤكدا على ضرورة حمايتها والوقوف إلى جانبها ديمة نصيف هو سياق التشاور المستمر والتنصيق المستمر أيضا طائرة وزير الخارجية الإيراني تحط في مطار دمشق باكرا في أول زيارة له للعاصمة السورية وفي ظل تحولات مهمة وخطرة قد تجر المنطقة إلى حرب واسعة عرقشي في دمشق للتأكيد على ضرورة حماية المقاومة والوقوف إلى جانبها كما صرح للميادين الهدف من الزيارة تأكيدنا الوقوف إلى جانب المقاومة وحمايتها وبحث ويصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين في سوريا ولبنان فضلا عن مساعدة الحكومة السورية في هذا الشأن عرقشي استكمل في دمشق وفي القصر الرئاسي نقاش ما أعلنه في بيروت حول المبادرة أو الدعوة التي تعمل طهران على أنضاجها لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة وبحث سبوله طهران تقود مهمة صعبة ومعقدة في ظل استمرار الهمجية الإسرائيلية وبعد أن لقنت العدو درسا مهما بأن محور المقاومة ومهما بلغت التضحيات فهو قادر على ردعه وإفشال مخططاته وأنه سيبقى قويا بفضل إرادة وتكاتف شعوبه كما قال الرئيس الأسد بحثت مع الرئيس الأسد ضرورة حماية المقاومة وحفظ قدراتها إضافة إلى الاستمرار في الجهود الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة الزيارة انضوت أيضا على نقاش الشأن الإنساني بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي وإن كانت الحرب معلنة على لبنان وغزة فلا تزال سوريا جزءا منها لذا تحضر منطقيا في طيات المشهد الإقليمي المتصاعد والأشد منطقية أن تؤدي إيران هذا الدور على شكل وساطة تحاور كل الأطراف المؤثرة من أجل إنهاء العدوان ديماناصيب ديماشق الميادين مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مهر الطاهر أكد للميادين أن المقاومة سترفع وثيرة التصدي في وجه التصعيد الإسرائيلي على امتداد المنطقة كفصائل فلسطينية ندرك أننا نخوض معركة متواصلة ومجتمرة ولن تنتهي قريبا وندرك أننا أمام عدو يريد التصفية الكاملة لقضية فلسطين بل أكثر من ذلك يريد السيطرة على كل المنطقة وبالتالي سنعمل باتجاه تصعيد المقاومة وباتجاه تكثيف عملياتنا ضد هذا العدو أكد رئيس حزبنا عم سابقا الحاخام درور أرياء أنه لا يمكن بعد اليوم الاعتماد على أمريكا وفرنسا الحفاظ على مصالح إسرائيل أريييفو في حديثه لقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية قال أن الأخلاق المسيحية المزيفة هي التي دعمت الإرهاب في أوروبا وأمريكا وساعدتهم على تقوية أنفسهم من المستحيل أن يعيش شعباني على هذه الأرض هناك أرض واحدة وهي لنا لدينا تكلف توراطي بأن نكون هنا في هذه الأرض هناك حرب دينية جارية هنا علينا أن ندافع عن المصالح اليهودية المصالح الإسرائيلية والمصالح الإلهية هذا الضغط يدفعنا إلى الأمام لا يمكننا الاعتماد بعد الآن على الولايات المتحدة لا يمكننا الاعتماد على أوروبا لا يمكننا الاعتماد على الأخلاق المزيفة التي حاولنا التحدث عنها لسنوات عديدة هذه الأخلاق المسيحية المزيفة هي التي دعمت الإرهاب في أوروبا وأمريكا لقد أجبرونا على قبولها وساعدوهم على تقوية أنفسهم والآن ينفجر هذا في وجوهنا جميعا فقبل أن نختم فقط نشير لهذا العجل أسفل شاشة الميدين عضو لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني ويؤكد أن قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قآني بخير إلى هنا تنتهي هذه النشرة دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميدين على الإنترنت الميدين ضبطت بلغاتها العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء